مرحبا فيكم يسعد أوقاتكم إن شاء الله تكونوا بخير وصحة كويسة والغالين دايما على قلبي أول شي بدي أتشكركم على الخمسين ألف مشترك هي ما كانت بس بجهودي ولكن بجهودكم بلشت هالقناة بأعداد صغيرة كأسرة صغيرة وبلشت تكبر شوي شوي وبسود فيها الاحترام والمحبة وبالدرجة اللي بعدها الخبرة والزوء يلي دايما نحن اجتمعنا عليه وبقول وبفتخر إنه هي قناة جمعتنا على الزوء وعالمحبة ما في حدا أو ما حدست يعني مرة بالقناة شي مثلا زعجنا كلنا أو حدفات زعج الأخوة المشتركين أو الأخوات ولكن كليتنا يعني اتعاملنا مع بعضنا كأسرة وإن شاء الله رح نستمر مع بعضنا بهاي الألية يلي بتسودها المحبة والاحترام هاي القناة هي نشأة فجأة ويعني هو أكيد ما في شي صدف ولكن يعني نشأة صغيرة بدون ما يكون إلى يعني تطلع بأنه يصير في عنده عداد مشتركين كتير كبير ولكن كنت أنا عم شارك يعني البعض من عشقي للعطور والخبرة اللي مريت فيها بفترة طويلة ومع ذلك كتير من الناس اللي موجودين معنا بالقناة وحتى كلكم أنا بستفيد منكم بآراء معينة بخبرة معينة مارستوها بقصص متعلقة بالعطور ولازلت أتعلم وأتعلم وأبحث وأقرأ فبدون ما نتقلع كتير بهالقصة ولكن من قلبي أنا بقولكن بحبكن وشكراً كتير للخمسين ألف مشترك وإن شاء الله بنكبر مع بعضنا وبنستمر مع بعضنا ومثل ما لاحظتوا أنه من خلال هالسنتين اللي قطعوا يعني خمسين ألف مشترك مقارنة بقنوات أخرى مختصة أو معممة مثلاً لمعلوماتية لأشياء تانية كطبخ أو أكل أو يعني أشياء فيها من العموم وليست من النيش الضيق مثل قنوات العطور فتعدادها بخلال السنتين لو كان عم ينتعب عليها نفس التعب اللي أنا عم متعب عليه كانت وصلت للمليون أو أكتر ولكن كونه نطاق العطر يعني ينيش كتير صغير مقارنة بهاي القنوات اللي عم نحكي عنا فنحن مشينا وكبرنا شوي شوي ببطء ولكن بنخبة كتير حلوة اللي أنتو يعني أسستوها وكبرتوها وبكرر اعتزاري من أي شخص أنا أحس إنه ضايع مني أو زعل مني لسبب من أسباب وأنا دايماً بكرر وبجدد محبتي لألكم كونوا بخير وعاللقاء والمحبة دايماً نرتقيه عالمحبة بأمان الله